هو منديال المفاجآت حقا وإن شئت فقل منديالا لا منطق فأكثر الأوروبيين تشاؤما لم يكن ليتوقع أبدا أن تودع منتخبات بحجم ألمانيا وبلجيكا والدنمارك نهائيات كأس العالم في فقطر 2022 من دور المجموعات بل لم يكن أكثر المتفائلين بالدول النامية في عالم كرة القدم يتوقع أن يصبح منديال قطر شاهدا على تلك النتائج العجيبة من كان يظن أن يرى منتخبا كأستراليا في الدور الثاني من البطولة هو يقع في مجموعة تضم بطل العالم فرنسا وفيكنجز الدنمارك ونصور قرطاج ولكن الكانجر يحقق المفاجأة ويخطف ست نقاط كاملة تجعله بين كبار القوم في مجموعة شهدت واحدة من أكثر النتائج إثارة بفوز تونس على حامل اللقب فرنسا في مباراة لن ينساها الجمهور التونسية والعربية لكن المفاجأة الأكبر والأجمل تبقى ما فعلته المغرب وصيف بطل العالم كرواتسيا وأيضا بلجيكا صاحب التصنيف الثاني للمنتخبات بعدما تصدر أصود الأطلسي مجموعتهم بسبع نقاط كأول منتخب عربي في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز وفي وقت كانت الترشيحات جميعها في مصلحة المنتخبين الأوروبيين بتلك المجموعة منتخبان أوروبيان آخران خيب الآمال وإنجا أحدهما من الوداع المبكر والحديث هنا عن الماكينات الألمانية التي ودع منتخبها البطولة من بابها الضيق للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات بينما خدع المنتخب الإسباني العالم بسباعية في أولى مبارياته أمام كوستاريكا قبل أن يقع في فخ التعادل ضد ألمانيا ويسقط أمام الصموراي اليابانية ومن كان يتخيل يوما أن تتصدر اليابان مجموعة تضم بطلي العالم سابقا ألمانيا وإسبانيا بل وتفوز عليهما بقدارة واستحقاق والنتيجة الواضحة لكل ما سبق أن ما تبقى من مباريات في منذيال المفاجآت هي حتما خارج نطاق التوقعات فالفجوة باتت قليلة للغاية بين منتخبات سيطرت دائما على أعرق الألقاب وأخرى قد نرى منها بطلا جديدا يرفع الكأس الغالية في سماء دوحة الكبار ترجمة نانسي قنقر